دلوقتي هنتطمن على حال صناعة الدواجن في محافظات الصعيد من الدكتور عوض عبدالحافظ أستاذ أمراض الدواجن في جامعة الصيود دكتور عوض دايما متعودين من حضرتك ناخد رؤية شاملة عن التربية في الصعيد ناردنا درج حارة وسي تعدد الخمسين في الصعيد صح أو لا؟ تمام الناس تعمل ايه؟ أنا عايز نصايح الدكتور عوض عبدالحافظ هو الحقيقة الحمد لله رب العالمين في الفترة الأخيرة كثير من مربية الصعيد وخاصة في منطقة جنوب سهاج بالذات والحقيقة المنطقة دي كان بتعتمد في الأول على مشروعات الدولة إنما القطاع الخاص تشجع جدا وبدأ يدخل وبثقل وبينشئوا عنابر دلوقتي النظام مغلق وبالتالي إلى حد كبير جدا بيقدر يتلافى مشاكل الوسط المحيط تكلفته النهاردة العام برده كاما دكتور؟ ما حسب عدد بقى أنت حتحبت كام؟ النهاردة الفرخة ممكن تكلف تسعين جنيه أنت العنابر دي معمولة على الأقل ما بين خمسين لخمسة وستين ألف طبعا ممكن تكلفة تبقى عالية جدا على التسمين النهاردة الناس بتحاول تربي تربية مكثفة بتعتمد كتير جدا على الآلة أكتر منها الاعتماد على العام البشري وبالتالي بدل ما كان بربي خمس سلاف وعشر سلاف كما كم متعودين عليه الزمان النهاردة فيه عنابر في جنوب الصعيد خمسين وخمسة وستين ألف وسبعين ألف طائر في عمبر واحد أصبحت الفكرة دي منتشرة وكتير من الناس أدركت إنها ده السبيل إلى تربية الدواجن في صعيد مصر طيب الجهاد الحراري اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي الناس تتلفاز زي يا دكتور؟ النهاردة أنا الكاتكوت عمر يوم كاتكوت تسمين عمر يوم بقى عايز أربيه على درجة حرارة 32-33 وبعدين لما بيوصل بعد الـ 28 يوم مش عايز أكتر من 22-24 درجة مقاوية العنابر المفتوحة ده في ظل وجود حرارة تصل لخمسين وأعلى من الخمسين صعب جدا مهما استخدمت من وسائل تبريد إن أنا أنزل الحرارة دي لفرق 30 درجة وبالتالي أصبح التربية في العنابر المفتوحة لأ عملية شبه مستحيلة حاليا ولازم الناس تنقل وتغير إلى العنابر المغلقة اللي بتحكم فيها في درجات حرارته وتهويته وسرعة الهوى والتبريد داخل العمر طب دكتور عوض الناس في السعيد النهاردة المربين يحذروا من إيه في هذا الصيف الحر جدا يحذروا من الإجهاد الحراري في المقام الأول الإجهاد الحراري حيسبب صدمة حيسبب نافئ عالي حيسبب تراجع في السلاك العلف والتحويل الغذائي ودي كلها خسائر بالنسبة لمربي التسمين صحيح اشتركوا في القناة